المعاناة المزدوجة التي يكابدها النازحون الأيزيديون في مخيمات إقليم كردستان منذ سبع سنوات تتضاعف باستمرار فعلاوة على تكالب عوامل عسر الحال والبطالة وقساوة العيش في الخيام البائسة ومشاعر الحزن على فقدان ذويهم خلال أزمة الحرب ضد الإرهاب تأتي حوادث اندلاع النيران المتتالية في مخيماتهم كالحريق الذي اندلع مطلع الشهر الحالي والتهم ما تبقى من مقتنياتهم البسيطة لتضاعف من معاناتهم وتشرد أكثر من ثلاثمائة أسرة نازحة في مخيم شاريا جنوبية محافظة دوهوك إدارة المخيم شرعت باعتماد حلول آنية لإواء هؤلاء النازحين المشردين المتضررون حاليا مقسمين على مجموعتين المجموعة الأولى نحن نسوي لهم خيام داخل المخيم خيام مؤقتة والمجموعة الثانية قاعدين ويقرائبهم الخسار كثيرة بصراحة يعني تقريبا كل بيت تقريبا عشر تالاف دولار أو أكثر خسارة فالخسارة أكثر من مليونين ثلاث ملايين دولار مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مولت عبر منظمة محلية مشروعا عاجلا لبناء بيوت اسمنتية صغيرة لإواء المتضررين من الحريق لكن النازحين ما زالوا يشكون من تفاقم سوء أوضاعهم المعيشية منذ فقدان خيامهم في الحريق فمنذ ذلك الوقت لم يتلقوا أي معونات فقدنا كل شيء في حادث احتراق خيامنا وأوضاعنا تتدهور باستمرار وأصبحنا من جديد بلا مأوى لم نتلقى أي معونات لا من سلطات الإقليم ولا من السلطات العراقية باستثناء مبلغ متواضع من جهة خيرية مستقلة نحن نتوق للعودة إلى سنجار شرط توفر الأمان فيها وتبعا لخطط إدارة المخيمات فإن هذه الخيامة المتشابكة ستستبدل قريبا ببيوت متواضعة من الاسمنت تفاديا لتكرار حوادث الاحتراق مما يعني ضمنا أن مكوث النازحين هنا قد يستمر لفترة طويلة يقول النازحون في هذا المخيم أن استمرار مسلسل معاناتهم القاسية أفقدهم الإحساس بكل مباهج الحياة إلا شوقهم لذويهم المفقودين وحنينهم لسنجار التي يحلمون بالعودة إليها في أقرب وقت ممكن هيوى عزيز سكاينيوز عربية من مخيم شارع للنازحين الأيزيديين محافظة دوهوك شكرا لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب